لو عمرك ما كتبت كوده ومعندكش أي خلفية تقنية الفيديو ده حينسبك جداً لأن كلود نزل تحديث جديد بيخليك تصمم تطبيق ذكاء استناعي وتنشره مجيناً بدون أي أعدادات معقدة ولا تعامل مع الـ API's أنا جربت الميزة دي وعملت بها تطبيقات بسيطة وحشاركها معاك النهاردة الميزة دي اسمها Artifacts وطبعاً كلنا عارفين أنها موجودة من قبل لعرض الملفات والكود لكن دلوقتي تقدر تستخدمها عشان تصمم تطبيقات تفاعلية بالذكاء الاصطناعي واستضافتها أونلاين على رابط تقدر تبعاته لأي حد والميزة إنها موجودة في القطة المجانية لو إلا نجرب ميزة النهاردة ما ترحوش في أي حد حنرجع لكم مرة تانية متابعي قناة InfoTek for You السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة نهاردة إن شاء الله حتكلم عن التحديث الجديد من كلود وهو Artifacts Artifacts منتهى البساطة موجودة من قبل فيه كلود ولكن النهاردة هنستخدمها بشكل مختلف هتروح على الأرتيفاكت هتلاقي موجودة عندك أول ما تخش على cloud.ai طبعاً هتلاقي رابط في الوصفة أسفل الفيديو وبعد كده هتلاقي فيه الإنسبيريشن الإنسبيريشن فيه مجموعة من التطبيقات اللي تم مشاركتها من قبل يعني الأشخاص اللي عاملينها فيه مجالات مختلفة عندك فيه Learn Something لو أنت عايز تعمل تطبيق لتعلم شيئاً ما Life Hacks اللي هي الحاجات الهكس والتابس اللي موجودة في حياتنا اليومية Play A Game Be Creative Touch Grass زي ما احنا شايفين شوية تطبيق 3D لاستكشاف مثلاً الطبيعة كذلك ما قلتلك هي تستخدم للإنسبيريشن يعني أن انت تستوحي منها فكرة معينة تعالى نبص على Learn Something مثلاً Language Learning Tutor ده تطبيق وهنا حيتوفر الأمر بتاعه الشخص اللي عمل التطبيق الأمر بتاعه زي ما احنا شايفين ممكن تجري التعديل اللي انت عايزه تاخد الأمر Copy وتروح على أي أي آي شاتبوت مثلاً شات جي بي تي أو كلود كلود عشان ما حدود شوية ومش عايزين نستخدم كل الترايلز الموجودة فيه ممكن انت تستفيد مثلاً من شات جي بي تي في التعديل على الأمر زي ما انت عايز وتبتدي ان انت تستخدمه في بناء التطبيق الجديد وممكن كمان تروح تعمل Customization حيبتدي ان هو يفتح لك وهنا حتبتدي تشات مع كلود بالتعديل اللي انت عايز تعمله على التطبيق Directly يعني تخش تعمل Customize على طول عايز تعدل على البرومت وتبتدي استخدم البرومت من أول وجديد عشان تعمل Artifact أيضاً ده حاجة رجعي لك حرجع مرة تانية ونبص على حاجة تانية في الارتفاكت من الحاجات المميزة أيضاً لو روحت على Stories هنا أيضاً Origin Stories يعني مثلاً ممكن تكتب عن حاجة معينة الانترنت يديك Story عن الموضوع ده الكافي يديك Story حوالين الكافي أو الكافي مثلاً الأساس بتاحها إيه فهنا ممكن تستخدم هذا التطبيق زي ما قلتلك تعمل Customize عليه أو تاخد الأمر وتعدل عليه زي ما انت عايز نرجع نشوف أيضاً حاجة تانية حرجع باك عندك Be Creative في عندك مثلاً Piano Keyboard عندك أيضاً Life Hacks هنا Bedroom Story Generator من الحاجات اللذيذة جداً لكل الأمر ده تستخدمه عشان تعمل تطبيق التطبيق ده بيعمل لك Generate Story Generate Story على حسب السن يعني مثلاً سي هنا الشخص مثلاً سنه قد إيه سنه مثلاً 3 سنين فأنت بتكتب 3 سنين بتبتدي تدوس continue تختار مثلاً هي Girl تدوس continue وبعد كده تبتدي تقول الOcean and Sea Life حاجة عن الأوشان What kind of story would you like Educational Learning Gentle Calming Continue What lesson should we include حاجة عن Brave أي حاجة وأقول له Create Story هيبتدي Create المagical Story اللي أنا عايزيها ايه دي الStory حاجة دي ممكن تساعد بقى إيه إنك إنت يعني تعمل Stories كده تحكيها للأطفال فتختار السنه وهكذا والجميلة اللي أنت تقدر تشارك اللينك مثلاً أو أنت طفل مثلاً يقدر يقرأ تشارك اللينك معي نبتدي نرجع back ونبتدي نشوف بعض التطبيقات اللي أنا عملتها في My Artifacts في الـ Published وفي الـ All بشكل عين هبتدي نروح على Keyed the Science Quiz App ده أنا كنت عملته Science Fun Quiz App نروح كده مع بعض Create an interactive and fun web app الأمر ده جبته منين جبته من شات جي بيتي عشان ما خلصت عدد المرات داخل كلود استخدم كلود فور فهنا أنا استخدمت شات جي بيتي علشان أحصل على هذا الأمر وابتدى أنه هو يعمل لي الـ Application وهنا ببتدي مثلاً أدخل الاسم مروة وهنا ده كوز للاختبار Science في سن معين يعني في طرق الشخص ده الطفل مثلاً المدخل هيدخل اسم بتاعه Children Age من 16 سنين فهو مناسب للأطفال من 16 سنين الطفل بيدخل اسمه هنا Start Quiz هتبتدي تختار عدد البلانتس في السولار سيستم We which sense do we use to smell flowers Nose اللي بيعمل Water Vibor وتفضل بقى ماشي كده تجاوب على الأسئلة لما بتجاوب صحة بيقولك صحة لما بتجاوب زي ما شفت في الأول يعني مقارب للإجابة ولكن ليست صحيحة بيديك الإجابة وهكذا وبيبان عندك هنا عدد الQuestion يعني هنا بس أنا بعمل الموضوع بسرعة علشان تبص عليه أنا شايفين ووصلت الآخر السؤال وفي الآخر كمان بيديك حاجة لذيذة جداً تجربة كده أنت ممكن تعملها بيديك لينك ممكن تروح تشوف هذه التجربة ممكن تشير الريزولز ممكن تعمل Publish وده الجميل اللي انت ممكن تعمل Publish للQuiz هنا بيقولك Publishing Artifact هيبقى Accessible لأي واحدة على الإنترنت مفيش أي مشكلة Publish ممكن تشاكله مع الآخرين وهو هنا Publish ممكن ترجع تعمله Unpublish زي ما انت عايز لو عايز تفيد غيرك بتجري تعمله Publish تعال بقى نجرب مع بعض احنا بشكل عملي هنا أنا فتحته الأول مرة من Account تاني هنا بيقولك الجديد ايه هو بيديك فكرة عنه وهنا بيقولك فعل الفيتشور دي اذا انتو كم فعلها هنا هبتدي أقوله New Artifact وهنا بيقولي انت عايز تعملي ايه Apps and Website Document and Templates Games Productivity Tools ممكن حاجات كتيرة على فكرة مش شرط Apps and Website أنا هنا هختار Apps and Website اقولي There are many different types of App أنا هبتدي هنا احط الأمر بتاعي هنستخدم Cloud Sonnet 4 Cloud Sonnet 4 لك عدد من المرات استخدمه بشكل مجاني وهبتدي ان انا اقول له Enter ونشوف الApplication اللي هو بيساعد فيه تعلم نطق اللغة الانجليزية بشكل صحيح وقلت له عايزة في الApplication يكون في Levels يبتدي من Zero to Hero يعني من أول Level للAdvanced خالص هنشوف دلوقتي مع بعض هو بيبتدي انه هو يحط Structure والFeatures الموجودة هنا بيقول لي هل ده مناسب ليك هقول له مثلا تمام حقرات طبعا الأول المفهود بس احنا هنا عشان الوقت وحيبتدي بقى يشتغل على الApplication يعني بالأول بيقول لي هل كده تمام اشتغل بقى ابتدي أبني ابتدي أكتب الكود هنا زي ما انتوا شايفين بيبتدي يكتب الكود بتشوف انت عندك هنا في الArtifact وهو بيتعامل وحنستنى لحد ما يخلص وهنرجع بعد الانتهاء من كتابة الكود هنا أعطاني الApplication Pronouncilate Levels Beginners Intermediate Advanced بتقف على اللي انت عايزه مثلا سيهل اول انت بتبتدي ببجينر اول حاجة وهنا بتبتدي تسمع بالUnited State Accent وبالUK Accent وبتبتدي تسجل اللي انت سمعته وبعد كده بتبتدي New Word كلمة تانية وثالثة وربعة طبعا لو انت وجيت مشكلة في الصوت او في اي حاجة بتبتدي ان انت تشات معي عشان يعمل لك فكس لي اي مشكلة حتواجهك في الApplication ولكن بشكل عام هي دي الطريقة اللي انت ممكن تعمل بيها Application وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة والتحديث الجديد من كلود تحديث بسيط ولكن قضية من البعض شوكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة InfoTech for You زي ما بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تدعمنا بلايك وشير وكومنت ورحمة الله وبركاته